اهلا بحضراتكم من جديد نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهل اللي بدأ خلاص الاستعدادات للموسم القادم ودلوقتي استعدادات قوية جدا دلوقتي فيه قياسات مهمة جدا بتتعامل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي لكل اللاعبين طبعا الموسم لما تم نهايته اللاعبة كلها عملت قياسات والنادي الاهلي بيرجع بيبتدي الموسم بنفس القياسات علشان يشوف اللاعبة وصلت لفين دلوقتي تم وضع برامج في كل الفترة اللي فاتت فترة الاجازات كان فيه برامج لكل اللاعبين علشان اهمية القياسات دي عشان يشوف اللاعبة مدى الاستفادة من البرامج اللي اتحطت خلال فترة التوقف وفترة الاجازة السابقة فيه عمل منظم داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي فيه عمل جماعي كابتن خالد بيبو بيقوم بيضور كبير جدا من بداية الاختبارات اللي احنا شفناها ومشاء الله اعداد كبيرة جدا السنة دي في اختبارات النادي الاهلي في مدينة نص بس الاعداد ما يقرب من عشرين الف لاعب تم اختبارهم ويوم اتنين وعشرين 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 دي هتكون الاختبارات النهائية النادي الاهلي الفترة اللي جاية كمان هينزل المحافظات علشان يشوف كل اللاعبين كمان علشان اللي ليهم رغبة ان شاء الله والمواهب الموجودة في كل المحافظات شافين بروكتش دلوقتي والدور المهم اللي بيقوم به في بداية الموسم شافين قياسات مهمة جداً القياسات ده ده أسلوب علمي مهم جداً إزاي النادي الأهلي يشوف النواقص عند اللاعبين سواء بدنية سواء فنية حتى سواء تغزية من خلال التحاليل اللي بتتعمل الكلام ده مكلف جداً لكن النهاردة إنت لما بتعمل الكلام ده إنت بتعمله علشان إزاي تطلع لاعب للدرجة الليلة بالنادي الأهلي شفنا الفترة اللي فاتت الناس اللي كانت دايماً بتشاكد قطاع النشيب النادي الأهلي شفنا واحد من نجوم النادي الأهلي محمد عبد المنعم ده خريج قطاع النشيين شفنا أحمد عبد القادر شفنا أحمد نبيل كوكا شفنا مصطفى شبير شفنا جاي في الطريق مصطفى مخلوف لعبة كتير شرقية مساك في فريق 2003 محمد مغربي لعب في مونديال الأندية في لعبة كتير جاي لنا الفترة اللي جاي من قطاع النشيب النادي الأهلي علشان كده يعني فيه دور كبير بيقوم بيه النادي الأهلي الحاجة التانية برضو عايزين نعلن هنا من برنامج الأشبال تشكيل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلاص تم تعيين المدربين مين اللي هيتولى بقى الفرق اللي ضرى الفنية وهنشوف مع حضراتكم دلوقتي عندنا فريق 2001 دلوقتي هنبتديها طبعاً من رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي الكابتن خالد بيبو المدير الفن للقطاع مايكل بروكتش ومشرف على الحراس ميشيل يانكوني وده هقف عنده كتير لما هقول دلوقتي تشكيل شريف عبد الفضيل الكابتن شريف عبد الفضيل مدير فني 2001 محمد شرف مدير فني لفريق 2003 كابتن محمد شرف الكابتن سامر عبد الرحمن مدير فني لفريق 2005 كابتن سيد غريب مدير فني لفريق 2006 كابتن سامة زاكي مدير فني لفريق 2007 كابتن علاء عبدو مدير فني لفريق 2008 كابتن أحمد عبد الظاهر مدير فني لفريق 2009 كابتن تامر طلعت مدير فني لفريق الفين وعشرة. كابتن علي الطويل مدير فني لفريق الفين واحداشر. كابتن ممدوح عبيد مدير فني لفريق الفين واثناشر. وكابتن ميدو ماهر مدير فني لفريق الفين وطلات واشر. ده تشكيل لجهزة الفنية في قطاع الناشئين في موسم عشرين اتنين وعشرين عشرين داتة وعشرين.